المتتابعات بوصفها دوال المتتابعة هي مجموعة من الأعداد مرتبة بطريقة معينة ويسمى كل عدد في المتتابعة هو حدا المتتابعة الهندسية يمكن الحصول على أي حد من حدودها بضرب الحد السابق له مباشرة في عدد ثابت يسمى هذا العدد الثابت يسمى أساس المتتابعة الهندسية أو النسبة المشتركة للمتتابعة فالمتتابعة 1 4 16 4 256 هي متتابعة هندسية لماذا؟ لأن النسبة بين كل حد والحد السابق له مباشرة هي نسبة ثابتة نلاحظ أن 1 في 4 يساوي 4 4 في 4 يساوي 16 16 في 4 يساوي 64 64 في 4 يساوي 256 مثال بيّن إذا كانت المتتابعة فيما يأتي هندسية أم لا لتبيان ما إذا كانت هذه هندسية أم لا نقسم الحد الثاني من الحد الأول وهو 12 على سالب 4 ويساوي سالب 3 ثم الحد الثالث قسمة الحد الثاني وهو سالب 36 قسمة 12 ويساوي سالب 3 ثم الحد الرابع قسمة الحد الثالث وهي 108 قسمة سالب 36 وتساوي كم؟ تساوي سالب 3 إذن هذه المتتابعة هي متتابعة هندسية لأن النسبة ثابتة تدريب بيّن ما إذا كانت المتتابعة فيما يأتي هندسية أم لا إذن الحد الثاني قسمة الحد الأول وهي 10 على 5 يساوي 2 الحد الثالث قسمة الحد الثاني 30 على 10 وتساوي 3 إذن هذه المتتابعة ليست هندسية لماذا؟ لأن النسبة ليست ثابتة مثال في المتتابعة الهندسية 16 8 4 أوجد الحدود الثلاثة التالية في هذه المتتابعة لكي نأتي بالحدود الثلاثة لابد أن نستخرج الأساس إذن لاستخراج الأساس نذهب بقسمة أي حد من الحد اللي قبله إذن 8 قسمة 16 وتساوي كم تساوي نص إذن هذه هي النسبة المشتركة بعد ذلك نذهب لاستخراج الحدود الثلاثة التالية من هذه المتتابعة هنا الحد اللي بعد الحد الثالث هو الحد الرابع إذن الحد الرابع وهو 4 في نص إذن 4 في نص يساوي كم يساوي 2 الحد الخامس 2 في نص ويساوي 1 الحد السادس 1 في نص يساوي كم يساوي نص إذن الحد الثلاثة هي 2 و1 ونص تدريب في هذه المتتابعة الهندسية أوجد الحدين المتتاليين في هذه المتتابعة أولا نأتي بالأساس نقسم أي حد من الحد اللي قبله بالتالي 2 قسمة نص هنا 2 قسمة نص يساوي 4 إذن الأساس عندي 4 بعد ذلك نأتي بالحدين المتتاليين الحد الرابع عندي هنا 2 في 4 يساوي كم يساوي 8 الحد الخامس 8 في 4 ويساوي 32 الملخص لدينا هنا المتتابعة A1 A2 A3 A4 تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو المتتابعة الحسابية وفيه الحد الثاني ناقص الحد الأول يساوي الحد الثالث ناقص الحد الثاني وفيه يساوي الحد الرابع ناقص الحد الثالث طبعا تكون المتتابعة حسابية متى عندما يكون الفرق بين أي حد والحد السابق له عدد ثابت أما المتتابعة الهندسية وهي الحد الثاني قسمة الحد الأول يساوي الحد الثالث قسمة الحد الثاني ويساوي الحد الرابع قسمة الحد الثالث طبعا تكون المتتابعة الهندسية عندما تكون النسبة بين أي حد والحد السابق له هو عدد ثابت اشتركوا في القناة